دكتور زاكار، لننظر إلى هذا التاج، إنه يسمى تاج روائي، أي يحتوي مشاهد روائية منحوطة عليه أكثر العناصر وضوحاً وزخرفة، ويمكن تمييزه بالإضافة إلى أنه غير روائي هو تصوير أوراق نبات الأقنثة التي تعود لفن العمارة اليوناني والروماني لكن تعود هذه التيجان لفترة العصور الوسطى في القرن الثالث عشر دكتور هارس، وتكمن أحد الأمور التي يلاحظها الناظر على الفور في مدى عمق المنحوتات وبالتالي تنتج ظلالاً داكنة جميلة تشكل زوايا لأوراق الأشجار دكتور زاكار، وتتمثل أحد الأمور التي يلاحظها الناظر للوهلة الأولى هي قصة الخطيئة الأصلية، وهي قصة آدم وحواء دكتور هارس، ويبدو كل منهما خائفاً للغاية دكتور زاكار، إنهما كذلك، ويغطيان أنفسهما وهذا يدل على مشهد محدد من القصة إنهما يعلمان أنهما أصبحا عاريين وربما يواجههما الرب في تلك اللحظة ويسألهما عن سبب اختبائهما من دكتور هارس، تعجبني طريقة حفر العينين على شكل ثقوب عميقة وتحيط بهما أشكال بيضاوية لتبدو العيون كأنها تخرج من رأسيهما بسبب إدراكهما لفضاعة ما فعله وكيف أنهما خاناء الرب دكتور زاكار، يبدو أنهما قطعا إحدى أوراق نبات الأقنثة من تاج العمود المجاور لهما لتغطية أنفسهم وهي ما يحملانه بيديهما دكتور هارس، تجذب حواء الطرف العلوية للورقة إلى صدرها ويطير شعرها للأعلى كألسنة اللهب هذه صورة قوية تصور أدراكهما لمقترفا وتظهر عواقب أفعالهما هنا أيضا دكتور زاكار، هذا مشهد مثير للعواطف وتم تصوير مشهد آخر من كتاب العهد القديم على هذا التاج بالانتقال إلى اليمين نرى صورة معقدة لشخص منحني إنه ملاك حيث يمكن رؤية أجنحته دكتور هارس، إنها تحيط شخصين آخرين بذراعيها دكتور زاكار، إنهم الرسل إبراهيم وإسحاق دكتور هارس، وبالطبع يبدو كلاهما قصير وممتلئ ولم يتم تصويرهما بالنسب الصحيحة نعتقد أن طريقة تصوير الملابس التي يرتدونها تعود للقرون الوسطى بسبب نوع الخطوط دكتور زاكار، هذا صحيح بعكس النمط دكتور هارس، من الواضح أن إبراهيم على وشك قتل ابنه إسحاق بينما يوقفه ملاك عن ارتكاب هذا العمل المريع نعلم أن هذه رؤية مسبقة لقصة صلب المسيح دكتور زاكار، لكنها قصة هامة جدا بالنسبة لضرورة الطاعة المطلقة للرب دكتور هارس، كما أن الحماية التي تزودها الملاك بذراعيها وأجنحتها التي توطي الشخصيات قوية جدا بالإضافة إلى طريقة تشكيل رأسها لزاوية التاج دكتور زاكار، لكن ما يثير الاهتمام هو أن وجه الملاك لا ينظر للأسفل نحو إبراهيم وإسحاق، بل يتجه نحو الناظر بطريقة مباشرة وفي الحقيقة يبدو أن جميع الشخصيات تنظر نحو الناظر ويتضرعون له لاتباع هذا المثال دكتور هارس، تمت زخرفة بوابات العديد من الكنائس الرومانية بواسطة مشاهد من يوم القيامة إذ تكمن فكرة ذلك في تذكير الشخص عند دخول الكنيسة بثمن الخطيئة وهو الخلود في الجحيم هذه هي الخيارات التي نواجهها كبشر حول ما يمكننا فعله بحياتنا دكتور زاكار لا يمكن لأحد القول أن النحاتين الرومان كانوا بالغي الرقة دكتور هارس لقد عبروا بطريقة قوية وعاطفية جدا وربما استغرقنا تحليل المشاهد بعض الوقت وقد يحتاج زوار المتحف للنظر إلى البطاقة التعريفية لكن لا يوجد شك في أن كل من دخل الكنيسة في القرن الثاني عشر أو الثالث عشر استطاع قراءة هذه القصص بسهولة دكتور زاكار أجل لا بد أن هذه كانت رسائل مباشرة جدا شكلت تذكيرا ثابتا